يا الله سلام عليكم يا عليكم السلام ورحمة الله سيدنا حياكم الله سمحت شيخ أبو علي صلي على محمد وقال للمحمد الله أم صلي على محمد الله يحضر سيدنا السيد بخير بشرون عنكم وعن صحتكم الله يحضر لك الحمد لله والله شيخ أبو علي أحباب تأستفيد منك في مسألة ما وهو ما هو الدليل على جواز اللطم على الإمام الحسين سلام الله عليه آه نعم نعم دليل لماذا والله يعني أنا حبيت أننا التواصل معك شخ أبو علي أعرف لماذا يعني إخواننا في الإنسانية الشعر الإمامية يلتمون على الإمام الحسين ولا يلتمون على الإمام الحسن مع أن الإمام الحسن أيضا قطل عندكم فليش يعني تلتمون على الإمام الحسين وليش لا تلتمون على الإمام الحسين الإمام المعصوم هو هو الدليل على أنه يستحب انه.. SLT على الحسين ولا SLT على الحسن الامام المعصوم هي اللي الي يستحم هذي مش إجابه ما فهمت الشي الامام الحسين هو اللي يستحب ولبسك على تعليقات يادن لا لا.. أقصد اقصد الإمام هو بيّن انه العل حسين أكثر من غير الإمام طيب.. لطم عليه الحسين ها.. تعليقاتي حبيبه راح هو قولي الإمام هو الإمام الحسن نفسي يبين دليل يقول، لا يومك يومك يا أبا عبد الله لا يومك يومك يا أبي عبد الله يعني لتموا وطبروا ويمشوا على الطين ويمشوا على الجمر لا ما فيش أنا عايز دليل من أول من لطم على الإمام الحسين سلام الله عليه هذا أفضل دليل هذا كلام معصوم مولاي المعصوم المعصوم ما قالش ألتم ولا طبر ولا مش على الجمر ولا طين من أول واحد لطم على الحسين أخي أخي هذه الشعائر ما حد يعرفها ويوصلها إلا الفقية أول لي شرحه ما هو الفقية بيستنبت الفقية بيستنبت أنتوا استنبتوا الدليل من إيه؟ من أول من فعل هذه الشعائر على الحسين؟ أنا عندي في كتاب لأحد الشرازية كتاب الشعائر الحسينية بيذكر أن الزنجيل ده أنتوا أخذتوا من الأطراق وفي بعض الأشياء أخذتوا من الهندوس بعد الشعائر أخي 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 حياك الله أخي هذا النقاش ما ينفع ليش يعني أنت إحنا عايزين دليل عايزين دليل يا شيخ أبو علي بلى أول شيء خلقلا بلك خلقليك خلقللك أنت صدري؟ أنت صدري يا شيخ أبو علي أنت صدري؟ كم على ذا شوف شوف خلقللك بل دقيقة دقيقة شوف كل قضية يحتاجいるها اعتقاد هذا لا ما عندك اعتقاد بي ما ينفع النقاش طب ليه شيخ أنا ما عنديش اعتقاد اسمعني أنا ما عنديش اعتقاد بعبادة البقرة يبقى أنا لا أوجاد الأقاء اللي بيعبدوا البقرة بالحق لأهديهم إلى الحق أنت ما عندك دليل على هذه الشعائر المسمى بالشعائر الحسينية شيخ عندك دليل على الشعائر الحسينية أخي 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 هذا الأساس النتيجة تعروف أساس النتيجة أنتهش حاليا إذا ما تحتقد بأله بالاعتقاد ما راح أتعبده أصلا ما أصلي له صح لو لا بس أنا بحب الإمام الحسين أنا مصري أنا مصري يا شيخ أبو علي والله بحب الإمام الحسين أنا بعشق الإمام الحسين لا أدري أفهمك أحبيبي حبيبي أفهمك لكن أنت صحيح أكو شخص يحب الحسين وأكو شخص يعتقد بالحسين وبإمامة الحسين وبما جرى على الحسين لعنى الله من قتل الحسين أو أعانى على قتله أو رضي بقتله أحسنت أغلب الناس نقول هذا الكلام بس أنا قرأت في الملحمة الحسينية قرأت في الملحمة الحسينية إن اللي قتل الحسين وهمشيعة الكوفة أجداد حضرتك كما جاء في كتاب الملحمة الحسينية ليش أجددك قتل الإمام الحسين يا شيخة دعوني هذا خارج خارج عن الشيعة أخي هذا خارج عن الشيعة أصلا لا يا شيخ ما أنا عندي تسجيل آية الله العظمى المدرسي بيقول للنشامر بن ذل جوشة لعنه الله اللي حاز رقبت الإمام الحسين قل من خواص شعة الإمام علي سلام الله عليه أسلي كان معروف إن شعة الكفر لهم أكداد حضرتك كانوا أهل غدر يا شيخ أبو علي غدرت بالإمام الحسين دعونا لينصرنا ثم عدوا علينا فقتلونا لكن حقيقة مو شيعي أخي أخي بس خلاكم في خدمتك أخي هذا مو فقط لفظ لفظ شيعي مو حقيقة شيعي بيقول من خواص شعة الإمام علي تعروس اتفرق بين اللفظ والحقيقة طيب إحنا عندنا حجر ابن عدي كيف أنتوا بتحبوه وقل الإمام الحسن يا مسود الوجوه حكم أي عندكم يا قال له يا مسود الوجوه شيخ أبو علي أخي أخي خلا أكون في خدمتك أنا خلا أكون خادم لك الله يحفظك أنت على المذهب الجحفري أولا أنا أحب الإمام جعفري الصادق بس الإمام جعفري الصادق أولاد بغاية ما خلاش عطر الإمام جعفر صديق بيقول بتحريف القرآن أخي عوفني أنا جاي أسئلك أريد الإجابة بس جاي أسئلك أريد إجابة هل أنت على المذهب الجعفري؟ نعم يا شيخ بس أنا إما لقيت الإمام جعفر صديق بيقول بتحريف القرآن وبيقول نازلت وما يوطع الله ورسوله في علي ابن أبي طالب طالب بها في شك يا شيخ أخي القرآن هذا القرآن القرآن هذا بالتواتر نعم نعم ما نعرف هو بالتواتر يا شيخ أبو عالي حتى نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية في المجلد الثاني قال بتواتر القول بتحريف القرآن صفحة 260 باية قال إن تسليم تواتر عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفرة بل المتواترة على وقوع التحريف في القرآن مادة وعربة يلا شيخ أبو عالي طلع حاشتك طلعها طلعها قالوا أسمعك أسمعك أنت قلت إنك بتتحداني تتحداني إنه يأتي بدليل على إيش نعم بدليل إنه متواتر على تحريف القرآن الكريم طيب خلينا أفتح لك الكاميرا وخليك معايا كده آدي كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري خليك معايا واحدة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم خليك معايا واحدة بس كتاب الأنوار النعمانية فين يا زياد خليك معايا شيخ حتى أفتح لك الكاميرا هفتح لك الكاميرا وهاجب لك تسجيل بتواتر القول بتحريف القرآن عن آية الله العظمى السيد عبد الحليم الغزي حتى لو أنت متعترفش به بس السيد عبد الحليم الغزي أتى بدليل لا 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 تجيب لي كلا فين يا ابني نعمة للجزائري هذا الشيخ الغزي وجبت وجبتوا يا شيخ خلاص خلاص لشكل لك الغز انا عارف انتو ما بتحبوش الغزي عشان بيقول عشان بيطعم في المراجل انا فتحتلك الكاميرا هو ترني يا سمعت الشيخ لا 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 اخي اسمعي بقى هجيب لك الدليل يا شيخ بقى هجيب لك الدليل انت نقاش اخي اخي من قف شخك عاتف. لا 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 تعال. تعال اهو في كتاب الانوار النعمنية. فى المجلد الثانى عشان متبقاش نتحدى بعد كدأ. في كتاب الانوار النعمنية فى المجلد الثانى صفحة تلتمية والداشر. قال قال إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكرن الكل قد نزل به الروح الأمين يفدي إلى طرح الأخبار المستفيدة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وعراما أن أصحابنا رضو الله عليم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها ويجي الأستاذ في الحوزة يقول لي أتحداك أن تأتي بدليل على تواتر القول بتحريف القرآن أهو أهو بل محمد بكر المجلسي يقول لك بيوجد أكثر من ألف رواية على تحريف القرآن سكر الخط خلان جيبه تالت مرة بقول للحوار معك عقيم عقيم يا شيخي إحنا في مستشفى أولادة مش أنت اللي تردت بدليل عقيم إيه بس خلانا نتنصر عليه تاني خلانا نجيب الشيخ أبو علي يا رب يرد اسمه أبو علي رضا التميمي هنجيبه إن شاء الله تاني يقول لها تحدك النكي تجيب لي دليم لا يعرفون ما في كتبهم هذه مصيبة المعممين يعرفوا بس إيه إن لابد إننا أحزن على الإمام الحسين ومن عرف بمصاب الحسين أنت لا تعتقد بهذه الشعائر فلا تجادل فيها أو بنتصله لا يريد الرد حينما يحشر المعمم يقول لك أنت الحوار معك عقيم طيب خلينا نرجع تاني دوت في كتاب الأنوار العمانية هنرجع تاني وأنا قاعد أدور على كتاب الأنوار العمانية وهو ما إن شاء الله يعني عاش في الدور جامل جداً ده كان معنى شيخ الشيعة المسمى بأبو علي رضا التميمي ناخد اللي بعده بإذن الله تبارك وتعالى